ترجمة نانسي قنقر وقابل للتعديل إذا ما أثبت تطبيقها العملي أنها لا تخدم مصلحة المواطن في المقام الأول والتاجر بالشكل الذي عملت لأجله مؤكدا سموه أن الحكومة هيئت أجواء الانفتاح وشجعت المستثمر واستقطبت الاستثمارات لخدمة المواطن أولا وأخيرا وليس على حساب مصلحته فيجب أن يعطى الاستثمار إضافة للاقتصاد الوطني ولمكتسبات المواطن والتاجر البحريني منوها سموه أن حاجة البحرين للأيد العاملة تفرضها النواحي التنموية ولكن بضوابط فنحن لا نقبل بمن ينافس البحريني في رزقه وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد قام صباح اليوم بزيارة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله السيد سمير عبدالله ناس رئيس الغرفة وعضاء مجلس الإدارة وعدد من رجال الأعمال وخلال الزيارة أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن نهج الحرية والانفتاح الاقتصادي الذي تسير فيه مملكة البحرين هو توجه عالمي يعزز من التنافسية والاستدامة لكننا حريصون على وضع الضوابط والقوانين التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن أولا وتعزز من بيئة الاستثمار وأكد سموه أهمية تعزيز التنافسية الاقتصادية وإيجاد بيئة أعمال متميزة وتحسين البيئة القانونية والتنظيمية لتعزيز الثقة في قطاع الأعمال بالبحرين مشددا سموه على أن الحكومة كانت وستظل حريصة على مساندة القطاع الخاص وتهيئة كل الظروف التي تساعده على مزيد من التطور وتعزز من قدرته على المنافسة وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإسهامات التاريخية الكبيرة لتجار البحرين في نماء الاقتصاد الوطني وتطوره مؤكدا سموه أن هذه الإسهامات تحظى بتقدير واحترام الجميع وقال سموه مخاطبا رجال الأعمال أنتم أبناء هؤلاء الرجال الذين أرسوا العمل الاقتصادي في مملكة البحرين بعطائهم الوفير وأنتم تسيرون على هذا النهج بكل كفاءة واقتدار كما أشاد سموه بالدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين ودورها التاريخي في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية في إطار من الشراكة الإيجابية التي أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وأكد سموه أن التحديات الاقتصادية التي تشهدها مملكة البحرين حاليا تحتاج من الجميع التكاتف والعمل سويا من أجل الحفاظ على ما تحقق للوطن والمواطنين من مكتسبات وقال سموه أن هذه التحديات تزيدنا عزيمة وإصرارا على بناء وطننا وتحقيق ما نرجوه للبحرين وشعبها من رخاء وازدهار واستمع سموه خلال لقاء من أعضاء الغرفة إلى العديد من الملاحظات من بينها موضوعات تتعلق بتعزيز وضع القطاع الخاص البحريني وبدعم صغار التجار البحرينيين وما يتصل بوضع الأسواق التجارية والصعوبات التي تواجه القطاع العقاري وقطاع الألمونيوم وكذلك مبادرة الغرفة لإجراء دراسة حول الآثار المترتبة على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسب مختلفة ودراسة أخرى حول تأثير العمالة السائبة والتصريح المرن على الاقتصاد المحلي وبعد أن استمع سموه لما طرحه رجال الأعمال خلال اللقاء أكد سموه أن زيارته غايتها الاستماع إلى كل ما يتعلق بالشأنين الاقتصاد والتجاري وقال سموه إن ما يهمنا هو مصلحة البحرين وشعبها وقال سموه أن التاجر البحريني هو عماد نهضة الاقتصاد الوطني والحكومة حريصة على تقديم كل دعم ومساندة ممكنة له وتذلل أي معوقات قد تواجهه بما يعزز من دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي من جانبها أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين على اللسان رئيسها السيد سمير عبدالله ناس عن بلغ اعتزازها وعميق تقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وقال إن سموه بهذه الزيارة قد رسخ نهجه المتأصل في الحوار المباشر والتواصل البناء وكرس سياسة الأبواب المفتوحة وعزز روح التحاور مع الفعاليات الاقتصادية وأكد السيد سمير ناس أن الغرفة ستكون بإذن الله تعالى في مستوى هذه الثقة خاصة وأنها تجد في حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد خير راع وخير موجه لهذه الشراكة مع القطع الخاص واختتم السيد سمير ناس تصريحه بتجييد شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء للدعم المتواصل الذي يلقاه الاقتصاد الوطني من لدن سموه لافتن إلى أن المتابعة الشخصية الدائمة لسموه لجميع القضايا والمواضيع التي تهم القطاع التجاري بالمملكة تأتي في طار حرصه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر